خفض عمر الإحالة إلى التقاعد لجميع الموظفين إلى الستين عاما أيًا كانت الاختصاصات ومهما كانت أهميتها ودرجتها العلمية قرار بدأت تظهر عكاساته السلبية واضحة الآن حيث يشير مسؤولون إلى تأثر مستوى الرصانة في المؤسسات الحكومية على حساب انتعاش المشاريع الأهلية التي باتت تستقلب الكفاءات بعد إحالة نحو 1300 أستاذ جامعي للتقاعد جراء القرار الأخير وبمعدل سنوي مستمر يبلغ نحو 100 أستاذ في كل عام بالبصرة وسنوياً جاي نخسر من كوادرنا بما يقارب من 80 إلى 90 أستاذ في كل الاختصاصات ومنتهى الخبرة التي لا نقدر نعوضها الضبط أعطاهم مستمر والدليل أنه اللي طلعوا كلهم أخذوهم الجامعات الأهلية سواء داخل العراق وخارج وفتحوا فيهم جامعات جديدة نحن جاي نلاحظ الآن بصراحة وخلال عملنا أنه 30% من كوادرنا العاملة بدأنا أنه نفقتهم بصراحة من الأطباء من الكوادر الطبية وهذا أثر سرماً عن عمل المؤسسات الصحية القرار لم ينعكس على مستوى الخدمات الجامعية فقط بل بات تأثيره واضحاً على المؤسسات الصحية التي تقدم الرعاية الطبية للمواطنين حيث يقول مختصون في القطاع الصحي أن القرار تسبب بنقص حد بلغ 30% بالكوادر الطبية والصحية أي ما معدله 400 موظف من كافة الاختصاصات في كل عام فيما تؤكد نقابة الأطباء وجود نقص واضح سجل في المؤسسات الحكومية مع تزايد أعداد السكان بعد حصولها على سن التقاعد خرجت من الخدمة وبالتالي أثرت على عداد الأطباء ونسبة تغطية الأطباء بالنسبة لعداد السكان لدينا مشاءات صحية متطورة على مستوى العراق والبعض منها على مستوى المنطقة لذلك حققنا إلى الآن أكثر من 200 مليون دولار قطتنا إن شاء الله أن نتوسع بهذا القطاع إلى مبالغ أكثر وفي الوقت الذي تنتعش فيه المشاريع الاستثمارية الأهلية بعد انتقال الكفاءات المتقاعدة من الدوائر الحكومية إليها نجد أن الحكومة المحلية تتجه إلى التعاقد مع الملاكات من الخارج وفي المقابل نجد أن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستشفيات والجامعات الأهلية في انتعاش مستمر لتصل الاستثمارات فيها إلى مبالغ وصلت إلى 200 مليون دولار بالبصرة في وقت أشارت فيه الحكومة المحلية إلى التوجه للدول الأخرى لجلب الكوادر الوسطية في المجال الصحي لتعويض النقص الحاصل بعد إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد لكنه ينقصنا نقاط مهمة بالمستشفيات وعملية تنظيف المستشفيات بالطرق الحديثة وعملية الكوادر الوسطية التي تعين الأطباء في إنجاز أعمالهم هذا الموضوع جادين بأنه نذهب الآن عندنا مفاوضات خلقون واضح إياكم مع شركة إيطالية ممكن أن يدير المستشفيات الجديدة خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر